وقعت بولي تكنيك البحرين بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية اتفاقية مع شركة أبل لتأسيس أول مركز تدريبي معتمد من قبل الشركة في مملكة البحرين حيث من المقرر أن يقدم المركز دورات تدريبية وشهادات معتمدة من قبل شركة أبل للطلاب والمهنيين في المملكة وفي تصريح لسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير الشؤون الكهرباء والماء رئيس مجلس أمانا كلية البحرين التقنية بولي تكنيك البحرين أكد أن هذا الإعلان يعكس الالتزام بتنمية المواهب الوطنية وتمكن رأس المال البشري من المنافسة على المستوى الدولي شرفني أن أتقدم بخالص الشكر والانتنان إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس زراحة حفظه الله على دعمه المتواصل لبول تكنيك البحرين وقطاع التعليم في المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاحل بلاد مفدى حفظه الله ورعاه كما تقدم بالشكر إلى مجلس التنمية الاقتصادية على ما قدموه من جهة لإطلاق مركز أبل التدريبي سيساهم المركز وهو الأول من نوعه في ملكة البحرين والثاني على مستوى المنطقة في تقديم دورات تدريبية وشهادات معتمدة من قبل شركة أبل للطلاب والمهنيين المهتمين بتطوير مهاراتهم في البرمجة والتصميم هذا يعكس التزامنا بتنمية المواهب الوطنية وتمكينها من المنافسة على المستوى الدولي ويتماشى ذلك مع أحداثنا الأساسية في تطوير وتنمية رأس المال البشر الوطني وذلك لسد الفجو في المهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تقديم المحلات المهنية والتقنية يتزامن إطلاق المركز مع استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجة المعلومات والاقتصاد الرقمي في المملكة والتي تم الإعلان عنها مؤخرا كجزء من خطة التعافي الاقتصادي بالإضافة للدورات التدريبية الخاصة بالمركز والتي سيقوم بتقديمها أساتذة ومعلمين بولتكنيك البحرين المعتمدين من قبل شركة أبل تم في العام 2019 بالاتفاق مع جامعة البحرين بإنشاء مركزي ابتكار سحابي كلاود إينوفيشن سنتر بالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفزيز وبدعم صندوق العمل التمكين يهدف المركزان إلى تسريع عملية التحول الرقمي في القطاع العام المملكة البحرين والكلية بشكل خاص حيث سيتيح لطلابنا وموظفينا القيام بتنفيذ تقنيات سحابية متقدمة داخل الكلية واستخدام هذه الأدوات لحل التحديات التقنية كتبشين خدمات متطورة كما سيساعد المركز طلبة بولتكنيك البحرين على اكتساب مهارات الحوسبة السحابية المطلوبة مع ضمان تزويدهم بكل ما هو جديد من المتطلبات التقنية لسوق العمل المستجدة ترجمة نانسي قنقر